بس نقول صفاء سلطان يعني نجمة كلها خفة دم وحياة وجمال لكن وراها الحيوية أكيد أكيد في حسرات وخيبات وتجارب حلوة ومرة رح نجرب ندخل شوي على كواليس حياة صفاء ونعرف منا شو القصة يا أحلى يا أحلى بالنجمة الصديقة يحبها كتير لما أقول صفاء سلطان يعني بقول صبية أقل من 40 سنة عمرها سرع ثلاث زيجات في حياتها ثلاثة؟ في أكتر؟ أه إذا في أكتر خبريني بيكون اليوم هيك أول سكوب لا لا هنا زيجتين فقط هو في شيء قال عنه هو لا معلوم موجود كان في نحكي عن زواج سري الزواج السري مظبوط زواجي من أبو بنتي مظبوط هود اثنان فقط أما أنا كتير بسمع أنه ثلاث مرات ثلاث مرات هو يعني لا مانع بس يعني بتخيل أنه لا يعني لازم صار أول ويمكن عن طريق توصل أكتر لأنه كتير بين قال هذا الموضوع عن زواجي من فنان وواواي لآخره وأنه ما داموا أو رجل عنده نفوذ كمان هذا الموضوع صحيح بس الموضوع اللي هو إنه من فنان لا مين الفنان اللي ربطوك ربطوا اسمك فيه وطلع حرام هو كمان وقال إنه ما في منه هذا الحكي طارق مرعش لي أنا أنا يعني أنا هيا بنته هي بنتي أنا بحبه من قلبي وهي تقريبا جيل الأمالي هي أكبر من أمالي بشوي أمالي بنتي أمالي بنتي فهو نربط الموضوع إنه أنا تزواج من طارق مرعش لي وبنتي وبنته ومدري شو ما حكي هات فأنا اضطريت أني إطلع وقول إنه لا أنا بنتي والده عرفت عن والده وقلت شو بيشتغيل ووين عايش لحتى بس إنه لأنه هذا الموضوع صار مزعج يمكن مزعج لبنتي أكتر مني صحيح هاي أمالي من أول زواج كان عن حب أو كان أو زواج عقل وقد كن عمرك زواج تقليدي زواج تقليدي كان عندي عمري 16 سباتة في 17 جديد زواج مبكر يعني كنت أنا ناجحة على البكالوريا هيك بتذكر كانت أي موضوع أنت اللي اختارتي ولا أهلك اللي اختاروا لك لا شوفي هلأ أنا من عيلي كل الصبايا العيلي تزوجوا زواج تقليدي أنا للأمانة خليني يقوله يمكن كل أهلي بيوافقوني بهذا الحكي أنا أهلي بالأردن وأهلي بسوريا أنت الوالد أردني الأم سورية تماما فأنا ما بين الأردن وسوريا دائما متواجدة ولكن من طفولتي يعني هذا الحكي بس أنا اللي بدي أقوله إنه العيلتين عنا ما حدا فينا تزوج مثلا قصة حوب درست وتخرجت وعملت وساوت بعدين تزوجت العيلتين لأ أنتو تقليديين يعني عيل تقليدية تماما مش مهم البنة ضروري تتعلم هلأ بعد هلأ هلأ بالمرحلة الجديدة لأ أنا عندي بنات عم وبنات عمات بسم الله عليهم أولاد عم أولاد عمات كله كمل تعليمه ما تزوج مبكر كان الحب عيب يعني والتجارب يعني كان بوقتها إنه إيه يعني بعدين يعني طلعت صفاء لفتة النظر نحنا فجأة يعني كل ياتا نكون بنات صغار فجأة منصير نكبر سيدات فجأة فبصير فيه تسليط ضوء على الشخص هذا إنه كبر فبصير مثلا العمات أو الخالات إنه بتزوجية لابني خرج الزوج هذا الحوار اللي بيصير التقليدي العادي أنا من أنا وصغيرة ما لي عادية شو متمردة ولا مو متمردة بشو منك عادية محس حالي إنه أنا لازم أتجوز وأقعد بالبيت وأطلخ وأنفق بس تزوجته زوجت بس شو في كيف يعني خضعت للتقاليد كان بيجيني كتير عرصان ماما كان شايف أنه بكير بابا كان شايف أنه بكير حقيقة بس في ضغط يعني يعني إنه مثلا أمه لماما أو أمه لبابا ضغط عام عائلة خلص خير نفرح فيها خلي نشوف أولادها نلحكيها فبصير الموضوع عاطفي أكتر ونحنا بالشرق الأوسط خير نقول كل ياتنا عاطفيين نحنا مو ناس منفكر هون مثل الغرب نحنا منلحق عاطفتنا شفاء أو خايفين دائما عاطفي لاحقين عاطفنا فاللي صار إنه أنا كنت بنت كتير هيك أكبر من عمري مو مدهرني بس أكبر من عمري دائما أهلي حاسيني إنه أنا خرج أتحمل مسؤولية خرج صفاء تفوت على المطبخ وتحط مثلا تشتغل على الغازوية صغيرة إنه يحسوني إنه أنا أكبر من عمري هذه الأشي إنه أنا ما كتفكر فيه بوقتنا هلا بصفن أنه إنه إداك أنني عمري مثلن زواجتي كان عم بيك 16 سنة رحتي هالا أميركا 17 غير он رحتي على أميركا زواجك عم تقليدي بيعرضح له كتير كم're had to give more of me كثير من سوريا وكثير من الأردن كعائلات بس أنا بصدفةவρούت أحد صديقاتي بتقיلي أنو إه مدهتعم تخطب لا ابنه ابنه عايش بأميركا أغرتك أمريكا أمريكا فوافقوا أنه أنا أحكي معه التليفون طبعا شافتني والدته مثل العادية ووافقوا أن أحكي معه التليفون فطلبت منه أنه أنا أكمل تعليمي تمام أنه أنا كنت عم أكمل تعليمي فقلت له إذا أتزوج أكمل تعليمي صارت هدفي أطلع على أمريكا أكمل تعليمي هو للأمانة ابن عائلي كتير محترمة وهو إنسان كتير محترم هو دارس كان بوقتها كان بيقدم الدكتوراه هو موظف في شركة كتير منه همة مايكروسوفت هو يعني بيك بوس هنيك يعني عرفتي كملت تعليمك معه وداعشته معه ما كتير كم سنة يعني ماكملوا الخمسة وجبت بنتك شاملية جبت أمولي أمولي جبت بأميركا ماكملنا كزواج هو زواج تقليدي في منهم بيقولوا بعد الزواج التقليدي ليه بيصير في حب وتفاهم بيمشى الحال أوقت أنا شوفي أنا وقت طلعت لعندوك أنت بحبه وشو صار وقت هو حبني أنا كتبطل تحبه ليه لما المرأة بتبطل تحبه ها من المعاملة الدين معاملة أنا هيك بشوف ايه لقلت الدين معاملة مش الزواج والأخلاق ما هو أنا عبقول المثال هو يعني متعرفة لي الدين معاملة فأنتي لما بتروحي أنت بنت بيت أنت مالك مدعوك بالحياة أنت ما بتعرفي شي ورايحة على بلد ما بتعرفي فيه شي حتى الإنجليش تبعي كان بريتش أنكت أنا دراسة مدارس الأوردن فبالأوردن بيعلمونا البريتش أكسنت فكت حتى لما أحكي الإنجليزي تطلع فيني يصفنو يعني كأنك كائن غريب أنت بتكون كأنك عم تحكي فصحة بالنسبة لقيلونا شو هاد إنه عم تقولي مثل ما بيحكي البريتش فبدي أقول له لطريقك لأبو بنتي لأبو بنتي وسيم بدي أقول له إلي له شكراً وسيم لأنه عنجد بالعربي والإنجليزي كمان شكراً وسيم وميرسي بالفرنسي لأنه عنجد إن خلق مني شخصية تانية شكراً وسيم عم تشكري على شيء سيء عملو معك أو عشي ميح عملو معك هلأ هو شو فيه بوقتاً لما أتلعت لعنده هو كان يتطلق أقلي كلمة أنا ما كتفهماني بوقتاً شو معناته ياو ماي جاد هيك بالطريقة هاي هانديكاب هانديكاب أنا بوقتاً مرأة أنت يعني ندوي الاحتياجات الخاصة أو معوقة أي معوقة معوقة إنه أنا شو عم بعمل إنه أنا عم نضف البيت عم بطبوخ قاعدة عم بستنى هيك لابسة ما أبداً نتلقي أي ستة بالعالم برأيه الستة برأيه إنه اللي بتكون هيك هي ما أنا يعني ما لا منفع هيك هو شاف هون استفزني كتير أنا خلال أربعين يوم كنت منتعلم الإنجليش والأمريكان أكسنت وتعلمت سواء أنا ما بعرف شي يعني سيارة أنا بطلع مع بابا بالسيارة ما بعرف شو كيف يشغلها أنا هاد الرجل صنع من شخصيتي شخصية تانية تماماً أنا كنت إذا حدا لطشني بالطريق أحمر وأخضر وأبكي إنه ليه ملطشني شو شايفني قداماً هيك كنت استفزك فقوكي فقواني كتير دب ليه طلقته صفا أه رح قلك هي الفكرة بس أنا بدي وجه رسالة مو كلمين انفصل عن الشخص اللي كان مرتبط فيه هذا يعني إنه الشخص كان سيء بالمطلق أكيد فيه أشياء لازم نتذكرها ولازم نقول شكراً لإله لهي الأشياء الأسوأ أحياناً بتخلي منك شخص مختلف وشخص جيد وشخص بيخدم قوي بيختمك فجأة بتلاقي هذا الشخص هو الحل والنفاذ تخيلي بس هذا الشخص مارئ بظروف كتير قاسية عملت منه كاركتر خلته يكون شي نافع أنا أغير هذا الشخص شخصيتي كتير خلاني أعتمد على حالي كتير أنا بحياتي مبارفش يعني أنزل أشتري غراض البيت شكراً لواسين شكراً لواسين اللي صنع منك هالشخصية وشكراً لواسين واسين وردين الجزائري اللي صنع من صفاء سلطان هيدا الشخصية ويبنه بنت هاي البنت الله يخليها الله يحبنيها الله يحبنيها نحكي بعد شفية عن أمالي الزواج الثاني من مين كان؟ لا أنا يعني هو زواج بالسر بالسر؟ وهذا الشخص ايه وهذا الشخص هلا هو تقريباً كان أغلب العالم تعرف بس يعني بس لا لا بالسر لأنه كان ما يخلي أمرأة تتزواج بالسر اه اوكي الحب حبيتي حبيته حبيته وكنت مستدى لأي شي هو بيطلبه هلا أنا كنت أنا كنت ما نشايفة الحب أنا بس بدي كون معه بدي كون معه بدي كون معه بكل بكلمة أملك من اللي هو روح هذا كان عمرك صفاء نعم كنت بالعشرين عاد وآخر العشرين عاد وقد استمر الزواج معه خمسة سنين بس أنا بقلك إنني ممكن أحلى خمسة سنين عشرون لماذا طلقته؟ بطل عندي الصبر عشو؟ إنه اتحمل إن يكون زوجة بالسر هو نفسه الرجل اللي ضربك كاف؟ لا شو ضربني كان هو؟ لا أبدا أبدا لا تعرضت للعنف بحياتك مع الرجال؟ طبعا من مين؟ من أول زواج؟ آآ آآ منا أول زواج بس أنا عم قللك أنا كنت كمان أنا كنت صغيرة شو عملت؟ يعني صغيرة أكلت كاف؟ بكيت عطلح علي عجنوب ولا شي يا ربي عمزني معي ما رديته؟ بلا كيف رديته؟ بربته بشو؟ وكيف؟ بس ما أكتر الأقل بس لا يعني كان رديت فعل طبيعي يعني كأنه ولدين صغيرة متقاتلوا عن جد هون كان رديت فعل الطلع يعني هي كانت الضربة القاضية وهون أخدت القرار بالطلع صح لأنه أنا بهاي المرحلة يمكن لو كنت لستاتني متل أول ما جيت على أمريكا كان ممكن على فكرة انسى الضربة انسى تماما لأنه كنت عشقانة بس بهاي المرحلة اللي أنا صرت فيها إنساني عملية عم بتدرس عم بتعلم عم بشتغل عم عم ببيتي ما شتغلت في أمريكا بس اشتغلت ببيتي جبت بايبي كذا تحولت تماما صرت تاني آدم تاني انتي بطلت تحبي لأنه كمان تصرفاته؟ طبعا أكيد كان في عم تصرفات بسبب الضرب أو في تصرفات أخرى؟ لا 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 كان فيه إحمال كان فيه خيانة شو كان فيه؟ لا على فكرة شو أحمل؟ حتى زواج تاني أبدا عمري فكرة ولا عمري صار عندي مشاكل نورخي يعني ليه؟ لأنك امرأة لا تخان؟ امرأة جميلة؟ قوية؟ بتخيل أنه يعني لأنه أنا ما بعمل علاقة عابرة أنا حدا بيحب إذا حبيت إذا حبيت إذا حبيت فبعطي من كل قلبي فبكون الأخت والأم والرفيقة والشريكة وكل شيء شو تراكمات لك؟ سفاة تراكمات كانت أنه أنا بمكان ما حدا بيساعدني فيه غير هو هو ما كان يساعدني تراكمات كانت أنه كان فيه شغلات كتير كان مفترض تحسسني بالأمان وأنا موجودة هنيك ما كان نعملها ما كان يعني نادر ما نادر بتذكر أنه كنا مثلا نعمل جو العيلة أو جو الزوج والزوجة كتير كان نادر كان اهتمامه رياض ضو يعني حدا ببساطة هي كان بالنسبة لإله زواجه من بالميدل إيست أنه ينزل على سوريا ويتجوز ويرجع كانت بالنسبة لإله أنه هو بده يجيب أولاد مو يحب مو يرتبك بشريكة حياة فهو غلط منه وغلط مني سفاة اليوم أنت سنجل عزباء عزباء حتى إشعار آخر اي بس هذا لا معنع يعني من الإرتباط اي عم نقولك حتى إشعار آخر حتى إشعار آخر ايه ما تبتة الزوج فكرة الزوج شو بدك اليوم؟ أقولك شو أنا بشوف الزواج عن جد والله العظيم ايه أنا بشوف أن الزواج مملكة مش حبس؟ لا أبداً مش مؤسسة فاشلة؟ لا 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 هاي المقولات هاي من كتر ما عم تنقال هي سارت مثل كارما عم ترجع علينا كلنا نحنا لازم بطل نحكي بهاي الطريقة شو لازم نحكي شو نقول؟ كيف نعرف؟ ما زم نقول إنه الزواج هو عبارة عن مملكة الزوج والزوجة هن ملك وملكة الأطفال هن برينسس و برينس يعني فيه برينسس و برينس هذا المكان شو من كان إن شاء الله بيكون أرضيته شمانته؟ هو أجمل مكان كيف بدوا يفهمك الفقير المعتر اللي ما عنده يأكل؟ أنه هو الملك وهي الملكة وولادهن لنايمين جعانين هن الأمرة والأميرات يا عمي رح قلك شغيل أنا شايفة ناس والله يا رابعة عايشين بغرفة بعيشك يوم يومين تلاتي لا إلهي والله أسعد من كتير ناس عايشة بقصور مستعدة تتزوج شخص منه مقتدر ماديا؟ أكيد تصرف عليه مثلا؟ لا أصرف عليه ليش أصرف عليه؟ إذا كان منه قادر لا بيشتغيل ونصرف سوا ما هي شراكة ما هي مملكتنا ما هي مملكتنا؟ منك من الفنانات الجميلات اللي يعني بيفتشوا على الرجل الثري؟ لا أبدا بعمري ما حطيت أبالي هاي الفكرة حتى بنتي أنا معلمتها هذا الحكيم لازم حبوه أنا كي بدي كوني شريكته شو ما واصفات الرجل اللي ممكن هلأ ترجع ترتبط فيه بعد كل هالتجارب صفاء يكون رجل شو يعني رجل؟ يعني مو ذكر شو يعني؟ كل واحد عنده تفسير وتعريب الرجل موقف الرجل فعل رجال على وزن أفعال أنا هيك بشوف كنت مزوجه رجال أم ذكور؟ بمعنيها اللي عم بتوصفي حضرتك؟ بمرحلة من المراحل كانوا ذكور ما كانوا رجال بمرحلة بمكان ما بالموقف اللي لازم يتاخذ فيه حاسم لازم يتاخذ فيه قرار كنت مزوجة صغيرة ببنتك كيف عمرة أمالي اليوم؟ اليوم عمرة عشر بعد ما تزوجت؟ ما بتندمي على تجربة زواج صغيرة؟ لا كيف هالحكي؟ سرقت طفولتك؟ لا بالعكس كنا سوا هلا أنا وأمالي كبرنا سوا نسرق شيء نسرق التجارب منك اليوم نحنا لما نحكي تحت العشرين سنة المنظمات الحقوق المرأة يعني ضد هيدا الزواج اللي هو تحت 18 ولا أنا ضدهم ضد مين؟ المنظمات اللي عم تحكي تحت الزواج ضد النسويات اللي بيرفضوا أو جبعيات النسويات أنا شوفي أنا مع فكرة أنه هي إذا رافضة لا بس إذا بده ليش لا؟ بقلولك هي ما بتعرف شو بده لا هذا مو صح بعد ما تكونت صح هون أنت بيجي دورك كأم كأب تنصحي تقولي ماما واحد اثنين ثلاثة أنت قادرانة؟ أم لا؟ صفاء أمالي تحجبت وخلعت الحجاب أم وين دورك كان؟ لما تحجبت ولما خلعت الحجاب أمالي بفترة المراهقة تبعها يعني خلنا نقول هي بالعمر الـ 12 أنا فكرية ما حطت الحجاب لفترة طويلة أنا امبسطت فيها كثير هي أخدت قرار أنا ضليت وراها ماما إذا بدك تحطيه ما بتشيلي كذا 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 كنت مفكرة أنه بنتي هي مقتنعة بهذا الموضوع ولكن طلع أنه فيه ترهيب من أحد المدرسات بالمدرسة وين؟ بسوريا؟ بالأردن بالأردن أنا ما كنت بعرف هي حتى كانت عم تخليها أنه ما تقلي كانت بنتي تقعد تحت رجلية وتبوس رجلية وتبكي وأنا نايمة وأنا ما ليفهماني شو فيه لأنه هي انفهمت أنه إمك بده تروحها النار غسلوا لدماغة بمرحلة هي بهذا السن أدى كان عمرها؟ 12 تقريباً 12 12 الحجاب هو غسل دماغ؟ لا لا أنا ما أقول عن الحجاب هلا الحجاب إذا أنا مقتنعة فيه أنا بس سألتك لا تواضحة أنا يوم الأيام كانت تحجب أنا أنا بتفكري بهالموضوع؟ هي ليش لا شي مرة فكرت تتحجب؟ وبيلبقلي شي مرة فكرت تتحجب؟ لا لسه ما خطرت بالي هي الفكرة لا يعني لو خطرت بالي بيوم الأيام كنت قلت لك لا أبداً بس هي أنا بقلك كتير بس يتضجع لهذا الموضوع أنا لحطت الحجاب ومدري شو لحطة نجحت بالبكالوري كيف افتحدى صفاء لما تعردت له الهجوم؟ بالبداية كنت كتير متضايقة في كلمات كانت جارحة جداً جداً وردة لك إما على النار وهي على الجنة لا أعرف من هنين اللي يقيموا هذا الموضوع ومن أهلهم لحتى يحددون ونحن وين رايحين تمام؟ شلحت الحجاب يا كافرة أنت شلحتي بنتك الحجاب لكن بس نجحت بالبكالوريا شلت الحجاب أول شي هاي خصوصيات بنتي وأنا برفض يعني لأنك رابعة أنا حكيت أنا برفض أحكي بهذا الموضوع حقيقة لأنه بحس أنه هذا خصوصيات بنتي مو إذا بنت فنانة يعني صارت هي هي بنت فنانة هي مو الفنانة أنا الشخصية العامة بس والنوات بيتفاوط طمع بيشوفهم بيعرفوهم بس ما بيدخلوا بحياتهم سفاء أحكيت كل شي عندك؟ حكيت قصتك؟ بتخيل أنه أنا بس يعني كنت حابة أقول شي إلي إلي لكل بنت ولكل صبية ولكل ست حتى للست اللي كبيرة بالعمر ما في أنثى مو حلوة أنت حلوة لأنك أنثى أنت قوية لأنه أنت بدك تكوني قوية مو لأنه حدا بده ياك تكوني قوية أنت يازم تكوني قوية لأنه أنت بدك تكوني قوية بس بس فيك تقديل شي غنائما بعبر ومنختم فيه بخبر عن عنك عن صفاء سلطان طبعا قولا حياتي أجمل ما فيها أني بعيش من غير ما فكر في حاجة ما تهمنيش أهم حاجة في حياتي أني بعشاء حياتي أني بعشاء حياتي أهم حاجة في حياتي أني بعشاء حياتي هو لا ينبحاول أفكر في اللي فاته واللي عده واللي ممكن فيه يكون أني بعشاء حياتي بحب بنتي تلبق ليك الحياة وبستنى لسه أنا حاسة أنه رح يكون في عندي شريك حياة يستحق صفاء سلطان إن شاء الله يكون عم يسمعيك ألا إذا يعني شكرا لأيليك شكرا لأيليك شكرا لأيليك شكرا لأيليك شكرا لأيليك شكرا لأيليك هذه كانت قصة الصفاء ما بعرف إذا كانت كتاب مفتوح أو احتفظت بشي بقلبها ولنفسها وأكيد هذه حقها الحكم لألكم شكرا لأيليك